عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بالمكلة اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثانية وقادة الوحدات ورؤساء الشعب واشاد الوزير الداعري خلال الاجتماع بمستوى الادا والضبط والربط العسكري والانجازات التي تحققت في المنطقة العسكرية الثانية وجها بمضاعفة الجهود خاصة في مجال التدريب والتأهيل لرفع مستوى الكفاءة القتالية وصقل القدرات والمهارات لمنتسبية الوحدات العسكرية في المنطقة للأصول الى المستوى المطلوب من الاعداد والجاهزية الى ذلك افتتح وزير الدفاع بمن المحكمة والنيابة العسكرية في المنطقة الثانية واطاف في ارجائه واكدا اهمية تفعيل القضاء العسكري وتوفير احتياجاته وضرورة سرعة البت في مختلف القضايا العالقة او المتأخرة كما وضع الوزير الداعري حجر الاساس لمشروع السراحة وميز الضباط في المنطقة العسكرية الثانية متفقدا في زيارته المستشفى العسكري في المنطقة العسكرية الثانية والخدمات الصحية التي يقدمها في مختلف اقسامه مشيدا بمستوى الخدمات المتميزة التي يقدمها المستشفى للمرضى العسكريين واهالهم